خمس سنوات جديدة من عمر فرنسا يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون وأقيمت مراسم التنصيب بمشاركة بضع مئات الأشخاص منهم قرينة الرئيس بريغيت ماكرون وسلفاه فرانسوا هولوند ونيكولاي ساركوزي يبدأ ماكرون مشواره الرئاسي بالسلام وسام جوقة الشرف الوطني خلال مراسم أقيمت في قصر الإليزية القلادة الذهبية التي تزن 952 غراماً يتوسطها حرف HB وتعني الشرف والوطن علامة على المسئولية الكبيرة التي يحملها رئيس الجمهورية المنتخب ومن المسئولية التي تواجه ماكرون في بداية مشواره الجديد تغيير أساليبه التي اعتبرها معارضوه قاسية ومتعجرفة معلناً إدراكه لخطورة الفترة الحالية ابتداء من مستجدات الوضع في أوروبا وصولاً إلى جائحة كورونا والوضع البيئي لكنه أعلن في كلمة التنصيب عن أن شعب فرنسا اختار مشروع مستقبل واضح جمهورياً وأوروبياً وهو مشروع التقدم العلمي والاجتماعي والبيئي تصريح ملفت أعلنه ماكرون بوعد قدمه للشعب الفرنسي استخدامه لأسلوب جديد في الحكم وتنسيق رد فرنسي وأوروبي على تحديات القرن ويواجه ماكرون في ولايته الثانية تحديات صعبة متمثلة بتحقيق الإصلاحات التي تعاهد بها لدى توليه مقالد الحكم عام 2017 وموصلة جهوده الرامية إلى تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا وعلى الصعيد المحلي تعاهد ماكرون بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وزيادة فرص العمل والوظائف والعمل على جعل بلاده قوة بيئية من خلال تغيير الطرق التي تنتج بها الطاقة والوسيلة التي يتم التحرك بها براً وبحراً مشدداً على ضرورة محاربة عدم المساواة سيما بعد احتجاجات شعبية سابقة واجهت ماكرون برفض سياساته الاقتصادية الأمر الذي يضعه على طاولة تغيير الأسلوب ومراقبة الشارع له بتحقيق النتائج على الفور ترجمة نانسي قنقر